هذا الجهاز على السعر منافسة جداَ قوية لأنه تحدث عن الريلمي 5 برو رسمياَ صار في المملكة العربية السعودية فمحبين بوب جي تستنسوا على المعلومات التي سأخبركم بها ومحبين الألعاب عامةً وكم تقنية من ناحة الواتساب ومميزة في هذا الجهاز دعونا نتعرف عليه سؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم فيصل السيف وهذا الجهاز الأوبو ريلمي 5 برو والذي حدث عن ريلمي 5 برو النجاح الذي حققته شركة أوبو مع هذه السلسلة خلّاهم كشركة صينية يفصلوا ريلمي ويجعلوها سلسلة بحد ذاتها غير مربوطة باسم أوبو ريلمي صارت سلسلة مستمرة النجاح الذي حققه وعدد المبيعات الضخم خلّا نفس السلسلة تستطيع تقوم بحد ذاتها لا وحدها هنا نأتي إلى جهاز الذي يعطيكم خصائص جيدة من الفئة المتوسطة أقل من ألف ريال وأيضاً يشغل بوب جي والألعاب على إعدادات متوسطة أو عالية في ريتم بوب جي المنافسة ما بين هذا الجهاز ونفس الفئة السعرية جداً محتدمة هذه السنة وأيضاً هنا سيكون هناك كفة جداً إيجابية موجودة عند ريلمي 5 برو دعوني على طول أبدأ بالتصميم ونتحدث عنه وجهاز الريلمي 5 برو يأتي بتصميم كريستالي ثلاثي لأبعاد أغلب مواده مصنوعة من البلاستيك ولكن تعطيك ملمس الزجاج من الخلف نلاحظ أن الكاميرات جاية في الزاوية وبتصميم طولي ومستشعر البصمة في المنتصف من الأمام يأتي بواجهة زجاجية بنتوء علوي بتصميم الدمعة ويحتوي على الكاميرا الأمامية أيضاً الجوال يقوم رذاذ الماء ويأتي بسماكة 8.9 مليمتر ووزن 184 جرام دعم تطبيقات جوجل موجودة بالكامل من البداية دعوني أعطيكم معها على نفس الريلمي 5 برو وأيضاً لو تكلمنا على الشاشة فنفس الشاشة هي 6.3 إنش فل اتش دي بلس بالخصائص التالية الشاشة حجمها 6.3 إنش بدقة الفل اتش دي بلس 2340x1080 وهي من نوع LCD ومسماها الديو دروب ديس بلي أيضاً تجيب كثافة 409 بيكسل في الإنش الواحد نسبة 90.6% من الجهة الأمامية هي الشاشة فالشاشة تمثل أكثر من 90% هذا شيء أيضاً حسن على هذه الفئة من الجوالات الشيء الثاني لو أخذناها ببساطة جوال يأتيك بصمة من الخلف ويأتيك الكاميرات الثلاثة والرابع ويأتيك الكاميرا الأمامية لتعطيك أعداء جيد وبالإضافة لمنفذ السماعة وبطارية 4000 والمعالج الذي يعطيها الأعداء جيد على هذا السعر شيء حسن لنبدأ السنة فيه ريلمي 5 برو بالفعل يأتيك الكاميرا على المنصة أهم هذه الأشياء الكاميرا والخصائصها الجوال يمتلك أربع كاميرات خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل الثانية عريضة جداً بدقة 8 ميجا بيكسل والثالثة هي كاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بيكسل الرابعة مخصصة للعمق وتفيد في تصوير البورتري وتدعم دقة 2 ميجا بيكسل أما الكاميرا الأمامية فدقتها 16 ميجا بيكسل الكاميرات تدعم فلاش LED وتدعم التصوير باستخدام HDR وتدعم التصوير باستخدام الذكاء الاصطناعي مع تجربة التصوير الصور العادية تقدم جودة مرضية مستوى التفاصيل جيد والألوان حارة وسحب الإضاءة مقبول في الزاوية العريضة جداً يصور بزاوية 119 درجة مستوى التفاصيل وسحب الإضاءة جيد إلى مقبول طبعاً هنا ستكون الصور أبرد من الصور العادية وفي تصوير HDR التوازن يفرق من مرة لمرة ولكن مجملاً يعتبر لا بأس فيه على هذه السعة التي تضعه في الجوال وفي تصوير البورتري التغبيش والعزل جيد والألوان هنا لا يريد الحرارة في تصوير الماكرو نتائج جيدة إلى جيدة جداً وتفرق لأن الصور تفقد التركيز ونصيحة أعطها نور أكثر لتطلع صور الماكرو أفضل وفي تصوير الليلي الأداء مقبول ستحصل على تفاصيل أوضح وإضاءة أفضل بشوي مقارنة بالتصوير العادي في التصوير من الكاميرا الأمامية يقدم تفاصيل مرضية وفي البورتري يقدم تغبيش وعزل جيد كاميرا الأمامية 16 ميجا بيكسل غير الكاميرات الموجودة وراء في نفس الريلمي الجودة مع كاميرا الأمامية التي بدأتها من هنا كتصوير دعونا أعكس ونحن نفس النتائج شيء جداً حسن من نفس كاميرات الريلمي الكاميرات الخلفية الموجودة على نفس الريلمي لو تكلمنا على 48 و 28 و 22 هذه الكاميرات تتعاون مع بعضاً لتعطيك أفضل الصور والنتائج وتتغير وتتحكم بالاستخدام ما بينهم لتحصل على هذه النتائج ولكن لو تكلمت على كاميرا الفيديو تصويرها وعدائها هو الشيء الذي ترونه الآن هي العادية الستاندرد المفروض من خلالها ترون المحترم يفرق الصوت ولكن هذه هي على نفس الريلمي 5 برو المعالج هو الكوالكم سناب دراجون 712 AIE بثمانية أنوية ودقة التصنيع 10 نانومتر المعالج الرسومي هو الأدرينو 606 في اختبار الجيك بنش 5 المعالج أعطى 321 نقطة في النواة الواحدة وفي الأنوية المتعددة أعطى 1399 نقطة مع شبيهات الجوال بالسعر وبأيضاً الخصائص حضرت لكم مقارنة على الشاشة لجوالات أخرى وفي تجربة البوب جي اشتغلت على الإعدادات العالية وقدمت سلاسة جيدة جداً تشغل بوب جي والألعاب بشكل جيد وأيضاً هناك شيء اسمه مساحة اللعب هذه الخاصية لا فعلتها عندك أحد خيارين أو ثلاث خيارات أول خيار تريد أقوى أداء من الجوال لمساندة هذه اللعبة فتوقع هنا الرسوميات تكون خرافية ولكن تنفذ البطارية بسرعة أول خيار الثاني أريد توفر لي البطارية وتقطع لي التنبيهات وكل شيء أريد أن تركز باللعبة فهنا ستعطيك أطول أداء مع نفس الجوال لهذه اللعبة أو تريد التوازن ما بين الأثنين فيعطيك أقوى استدامة مع رسوميات متوسطة وأداء بطارية متوسطة فبالتالي ستقوم بتلعب قد ما تبهي على هذا الجهاز إلى أطول وقت ممكن وإذا فضلت البطارية ستساندك تقنية الفوك التي تاب على أوبو فهنا امتداد التقنيات التي طلعت فيها أوبو موجودة على هذا الجهاز فوك بنسختها الثالثة ستقدر تشحل الجوال تقريباً 50% من صفر إلى خمسين خلال نصف ساعة لو استخدمت الشاحن نفسه الذي يدعم هذا الفوك التقنية نفسها تطورتها أوبو وأبو تطورت تقنيات خلال السنوات ومشاء الله عليهم يضبطوها في أجهزتهم ويوم زرت الصين وزرت مصنعهم وشفت أيضاً الاهتمام الذي يعملوا وشفت غرفة كانت جداً رائقة ولكن للأسف لا أستطيع تصورها كل من الموجودين داخلهم يختبرون ألعاب مجموعة أجهزة ولكن يلعبونها هل أريدكم وظيفة كذلك أم لا؟ فقط تلعبوا على الجهاز ويندفع لكم راتب نهاية الشهر وعلى فكرة، أشعرتهم كلهم مبسوطين كلهم كانوا مبسوطين يمكنكم تشاركوا في التصويت وتقولوا أريدك وظيفة كذلك أم لا؟ وضبط أموركم من ناحية البطارية سعتها 4035 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بتقنية VOOC Charge 3.0 الذاكرة العشوائية 8 جيجا بايت والسعة التخزينية 128 جيجا بايت يدعم تشغيل شريحتين وكرت ذاكرة مايكرو اس دي إلى 256 جيجا بايت النظام التشغيلي هو الأندرويد 9 بواجهة 3 المي التي هي Color OS 6 وتعتبر خفيفة وسهلة وتقدم اختصارات عديدة مثل التقاط صورة الشاشة بسحب ثلاث أصابع للأسفل وتكسيم الشاشة عن طريق سحب ثلاث أصابع للأعلى بعض النظام يوفر ميزة تشغيل تطبيقياً في نفس الوقت مثل الفيسبوك تشغل اثنين منه والواتساب تشغل اثنين منه يدعم فتح القفل باستخدام مستشعر البصمة وأداءه سريع ويعتبر أفضل بكثير من هواتف أخرى من هذه الفئة يدعم فتح القفل باستخدام الوجهة لكن صورة وليس 3D فهنما أنصح فيها للأمان أنصحك بالبصمة مع هذا الجهاز الجهاز يدعم بلوتوث 5 وليس تقنية NFC ومن ناحية المنافذ فهو يمتلك منفذ USB Type-C ومنفذ السماعة 3.5 محتويات الصندوق هو الغلاف للشاشة كابل الشحن وسماعة 3.5 يعني يضع لك في العلبة كل شيء تحتاجه اكسسوار وغلاف حماية ريلمي 5 برو متوفر باللون الأخضر الكريستالي والأزرق المتوهج ريلمي 5 برو يأتي بنسختين من ناحية الذاكرة الذاكرة هي 8 جيجا بايت والذي 4 جيجا بايت كل واحد منهم يختلف على السعر كلهم تحت الـ 1000 ريال بايل نسخة الـ 4 جيجا بايت نوعاً ما فوق الـ 500 بشوي يوم سويت هذا الفيديو وسأضع لكم روابط في نفس الفيديو وتوصلكم للأجهزة بشكل أسرع أيضاً من ناحية التوفر يبدأ التوفر الرسمي يوم 27 يناير بإذن واحد أحد فعندكم الآن فرصة الطلب المسبق إلى هذا التاريخ وأيضاً الحصول على هدايا الطلب المسبق من خلال نفس الروابط فالله يبارك لكم مقدماً على ما اشتريته وقيموا احتياجاتكم وشوفوا أموركم والله يبارك لكم إيجابيات هذا الجهاز تصميمه الجميل والأداء حق الكاميراة يعتبر مرضي على هذا السعر أيضاً مستشعر البصمة يعتبر جيد جداً مقارنة بالجوالات التي من هذه الفئة بطارية جيدة ودعم تقنية الفوك شيء جداً حسن من ناحية الأشياء التي تمنيتها تكون أحسن أول شيء لو دعم تقنية الـ NFC لكي تدفع مدى بي فإن تدفع من خلال نفس الجهاز إذا لم تهمك مدى بي أو في منطقتك لا يوجد هذه الخدمة لا يمكن أن يهمك هذا الأمر أو السلبية بحد ذاتها هنا الشيء الثاني المواد التصنيعية جيدة جداً وهي البلاستيك الذي يشبه الزجاج والنكشات غطت أمور جداً رائعة ولكن تمنيت مواد التصنيعية أقوى ودائماً نطمح للأفضل مع الأجهزة التي من هذه الفئة وتوقع السنة الجاي والذي بعدها ستبدأ المواد التصنيعية تتغير مع هذه الفئة أحد الشركات التي أثبتت نفسها في التواجد في المنطقة بشكل رسمي أوبو وأتمنى نفس الرتم يصبح من باقي الشركات وون بلس وشيومي وغيرهم من الشركات يجلبوا كامل المنظومة للأجهزة لسوقنا وينافسوا فيها بشكل صحيح وهذا تحتدم المنافسة ما بين كل صناع التقنيات وأنت وأنا المستخدمين سنكون فائزين في النهاية نهاية الفيديو وكل فيديو سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفركم وأتوب إليك أراكم على خير بإذن واحد أحد ترجمة نانسي قنقر